السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياب من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض شرح منهج كوننكت كي جي ون الترم الاول ودي الحلقة التانية في شرح منهج كوننكت كل سنة وانتو طيبين وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا ان هنا المرة اللي فاتت الشرحة حتى الجزء الخاص بالهند رايتنج او الكتابة واحنا بنتعلم في يونت 1 الكتابة الخاصة بحرف ال H والفونيكس الخاصة بحرف ال H كمان وطبعا علشان تقدروا ترجعوا على الجزء ده تقدروا تشوفوا الدرس اللي فات والنهاردة هناخد الجزء الخاص بالماث او بالرياضيات في منهج كوننكت منهج كوننكت يا اصحابي هو منهج جميل جدا بيعلمنا حاجات كتير منها بعض المعلومات الخاصة بالماث والنهاردة هنتعلم ال numbers او الارقام from 1 to 5 او من 1 ل 5 وطبعا بيزي بي بتقول لنا هنا learn numbers learn يعني تعلم numbers الارقام with بيزي بي مع النحلة صديقتنا بيزي بي learn numbers with بيزي بي learn numbers with بيزي بي والمفروض ان احنا هنكرر مع بعض اسماء الارقام from 1 to 5 او من 1 ل 5 وهنتعلم ازاي كل رقم بننطقه بشكل صحيح وهنا بيزي بي بتقول لنا الحكاية دي وبتقول لنا listen استمع and repeat repeat وكرر listen and repeat ما راكمان listen and repeat وهنا الارقام from 1 to 5 1 1 repeat after me 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 وينا احنا تعلمنا النumbers from 1 to 5 ونقولهم مرة كمان مع بعض قراروا ورايا 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5 وطاني حاجة هنتعلمها في البيج هنا ان بيزي بي بتقول لنا listen and match listen استمع and match and match ووصل listen and match استمع ووصل listen and match طبعا هي موضحة لنا الجزء ده ان في هنا ايد او ظل خاص بالهند دي فيه 70 70 يعني 2 المفروض ان هي علشان توصلها لازم توصلها بالرقم الصحيح اللي هو 2 لو قعدنا ندور هنا هنلاقي هو ده الرقم الصحيح اللي هو 2 وجنبه حتى الهند فيها 2 fingers او 70 فهنا وصلت الهند دي بالهند دي لان احنا هنا قلنا number 2 وهو ده number 2 فوصلتها بشكل سليم طبعا هنا الهند دي بتقول لنا 5 5 ان هي هند من دول جنبها number 5 يا اصحابي شطرين هي الهند دي فانوصل من هنا الهند زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده طبعا هنا الهند دي بتقول لنا 1 1 2 هنا 1 يا اصحابي شطرين هي الهند دي فانوصل الهند دي بنومبر 1 بنومبر 1 زي ما احنا شايفين قدامنا طب الهند دي بتقول لنا 4 4 2 3 number 4 هنا يا اصحابي شطرين هو ده number 4 فانوصل بين الهند دي وبين number 4 زي ما احنا شايفين قدامنا والهند دي بتقول لنا 3 3 3 3 3 3 هنا يا اصحابي شطرين هو ده number 3 فانوصل بينها وبين number 3 زي ما احنا شايفين قدامنا بالشكل ده 3 4 5 7 8 9 9 10 9 10 10 10 11 11 12 12 12 15 15 15 16 18 19 19 19 20 20 20 20 21 22 25 26 27 28 27 28 وأنا طبعا قدامنا مجموعة من النحلات أو من البيز هنا 1B رقم 1 أو number 1 وجنبه نحلة واحدة 1B هنا 2Bs في اللغة الإنجليزية يا أصحابي أي حاجة أكتر من رقم 1 أي حاجة أكتر من واحد بنعتبرها جمع وبنحط جنبها إس الجمع فهنا عندنا 2 يبقى هنقول 2Bs ليه لأنهم أكتر من واحد فنحط لهم إس الجمع 1B 2Bs 3Bs 1,2,3 3Bs 4Bs 1,2,3,4 5Bs 1,2,3,4,5 يبقى مرة كمان 1B 2Bs 2Bs 3Bs 4Bs 5Bs مرة كمان 1B 2Bs 3Bs 4Bs 5Bs 5Bs وبيزي بي بتقول لنا هنا sing a song يعني غني أغنية وكتبلنا لسونج اللي احنا المفروض نغنيها وبتقول لنا نقول 1B 2Bs 3Bs 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 4Bs 5Bs ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي وزي ما احنا شايفين يا أصحابي هنا bees and honey bees يعني النحل and honey honey والعسل وطبعا هنا بعرفنا ايه العلاقة بين النحل والعسل والحكاية بتاعت النحل والعسل بتدور ازاي طبعا بيزي بي بتقول لنا هنا listen and point listen يعني استمع and point point shower 10 listen and point مرة كمان listen and point طب بتقول لنا هنا يا أصحابي النحلة يعني بي النحلة يعني بي النحلة بتروح على الفلاور الفلاور اللي هي الوردة أو الظاهرة بتاخد منها حاجة اسمها الرحيق الرحيق ده هي بتتغذى عليه وبعدين بتدينا في الآخر honey honey أو عسل مرة كمان bee 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 flower 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 honey 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 bees and honey honey فإحنا كده عرفنا العلاقة بين النحلة والفلاور والهاني ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معيه وفي منهج connect يا أصحابي بيدينا حاجة خاصة بالساينس أو العلوم وبيدينا معلومات خاصة بالعلوم بالكائنات الحياة اللي حوالينا وبالحياة اللي حوالينا العلوم اللي فيها فهنا بناخد جزء الساينس أو العلوم اللي موجود في unit 1 وكل يونت فيها الجزء الخاص بالساينس بتاعها أو بالعلوم بتاعها والجزء بتاع الساينس هنا بيكلمنا عن النحلة وأن هي بتروحها للوردة تاخد منها الرحيك الجميل وبعدين بتدينا عسل لازم نبقى عارفين المعلومة دي فانا بيزي بي بتقول لنا look, انظر and trace trace يعني تتبع بألمك الرصاص امشي بالpencil بتاعك على النقط وعمل tracing أو اعمل تتبع فlook and trace يعني انظر وتتبع بألمك الرصاص مرة كمان look and trace ومدينا في الصورة الاولانية البي او النحلة وفي زجزاج لاين او خط ملتويب او خط مموج بينها وبين الفلاور فاحنا هنعمل tracing او هنمشي with our pencil بالقلم الرصاص بتاعنا على الدوت دي او على النقط دي لحد ما نوصل للفلاور او للزهرة وبكده احنا عملنا look and trace وفي الصورة التانية يا اصحابي البي او النحلة وصلت للفلاور ووقف عليها بتتغزى على الرحيق اللي احنا قلنا عليه من شوية وفي زجزاج لاين او خط مموج بينها وبين الهاني او العسل ففي الاخر هيعدتنا العسل او الهاني فهنعمل trace او هنمشي بالقلم الرصاص بتاعنا على اللاين ده لحد ما نوصل للهاني او للعسل وبكده احنا نكون عرفنا العلاقة بين البي والفلاور والهاني كمان وعرفنا الجزء الخاص بالساينس او بالعلوم الموجود في يونت 1 او في الوحدة الاولى ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 10 او صفحة 10 وانوانها كده let's make friends let's make friends دعنا نصنع اصدقاء let's يعني دعنا خلينا make نصنع friends friends يعني اصدقاء خلينا نكسب اصدقاء جداد let's make friends مرة كمان let's make friends let's make friends يعني دعنا نصنع اصدقاء وانا طبعا عندنا ثلاث كلمات مهمين جدا لازم نحفظهم كويس اول كلمة اللي هي hello 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 يعني اهلا او مرحبا hello 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 تاني كلمة يعني friends 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 يعني اصدقاء friends 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 تالت كلمة goodbye goodbye يعني مع السلامة goodbye 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 يعني مع السلامة وانا بزي بي بتقول لنا look and say look يعني انظر and say and say وقل hello hello friends 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 goodbye 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 وعندنا ثلاث صور هنا اصحابي بيتوضح لنا يعني ايه كلمة friends او يعني ايه كلمة اصدقاء فهنا فيه two friends بيلعبوا مع بعض بالبول او بالكرة وانا فيه كمان two friends بيلعبوا مع بعض بالمكعبات وبالالعاب المختلفة وفيه هنا two friends تانيين بيلعبوا في البارك او في المتنزه وهنا طبعا بزي بي بتقول لنا sing and do غني وافعل وطبعا المفروض ان احنا هنقول i make new friends i make يعني انا اصنع new new يعني جديد friends friends يعني اصدقاء انا بصنع اصدقاء جدد انا بكسب اصدقاء جدد ف i make new friends نقول كمان i make new friends مرة كمان i make new friends وبكده نكون انهينا درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاقي الف واحد استفاده او الف لايك تحت الفيديو والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وتفرق معا كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة